ممكن اقول لها قصة انا قلتها يمكن بل كده سريعة جدا مرة منول جوزيه لان احنا كان الفترة بتاعتنا موجود منول جوزيه فمستر منول دخل من بره وكلنا وقفين انا حكيتها بل كده قال لبوتريكا ايه قال له جوهم جوهم فكنا في اخر الموسم يعني فبوتريكا ايه بيهزر فكره بيهزر قال له لا لا ما بيهزرش روح بيتكم وقعد وبعد اسبوع تعالي رجع بعد اسبوع لعبنا مباراة او حاجة وبعد كده هو اللي كسبنا مباراة الزمالك بتاعت اربعة تلاتة على ما اتذكر يعني ليه لانه هو حاس ان ابوتريكا ما عندوش عشرين تلاتين في المائة من مستوى هل ده معانا ان ابوتريكا وحش لا اما هي ده القضية لا انا هحكي لك على قصة اول مرة انه كان فيه مدرب الماني عظيم اسمه ديتريش فيتسا بيتسا طبعا تدرب النادي الاهلي والاهلي اخد بطولة الدوري ومباراة نهائي كاس مصر امام النادي المصري البورسعيدي نعم وقرر اتحاد القرى ان المباراة ستقام في الثالثة ظهرا في عز الحر كنا في اخر يونيو وكذا فاللعيبة جت عشان تتمرن التمرينة الاخيرة الساعة ثلاثة بعد عشرة دقايق هو بص الوشوش اللعيبة وقال فاركش مش هنكمل التمرينة فيتسا قال مش هنكمل التمرينة تقولوا بالليل مش فاتصل بيا الله يرحمه الكابتن احمد ماهر نعم وهو كان عارف ان انا وثيق السلا بفايتسا قال لي الخواجه عمل حاجة عمرنا ما شفناها احنا لازم نتمرن في وقت المجارة هو قال لي الناس تمشي وترجع ساعة تسعة بالليل فشوف كده كلم حد قول الكابتن طارق سليم الله يرحمه كمان نعم فعاد فيتسا في التاسعة وعمل تمرين نص ملعب لمدة نص ساعة وانا حضرت فسألته ليه قال لي اللعيبة دي طوب فورم طوب فورم انا عشان العبهم في نفس التوقيت زي المساعدين بتوع المصريين ما بيقولوا هخلص عليهم والمباراة بكرة فانا عايزهم يقع بكرة فرش ولعبنا المباراة وبعد تلت ساعة كان المصري بيلعب معنا يعني فيها رايح جاي وكده وبعد كده كسبنا المباراة تلت سافر انا اقصد ان اقول ان الحالة البدنية بتأثر على الحالة الزهنية والحالة النفسية وما يتعرض له لعب الاهلي لم تتعرض له الخيول لقد تعبت الخيول في مدى الفترة الماضية هذا الفريق هو ذاته اللي كسب بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري مرتين وعمل فيها نتائج غير طبيعية هو نفسه الفريق اللي كسب كأس السوبر الافريقي خارج اردو مرتين هو اللي كان في كأس العالم الاندية الاخيرة يلعب بدون 18 لاعبا ونجح في ان يحصل على الميداليا البنزية بعد ما كسب في المباراة الاولى بطل المكسيك القوي جدا امام جمهوره اللي كان مالي 75% من المدرجات اذا بالتأكيد هؤلاء اللاعبين ليسوا فاشلين ولا يصلحون ولكنهم يتعرضون لما لم يتعرض ولا يتعرض له اي فريق منافس اريدك ان تسألني لماذا لماذا لانه النادي الاهلي بيلاعب اما بيلاعب فرق كبيرة فرق كبيرة يعني بتلعب في ملعب كامل لا سبنا من افريقيا حتى في الدوري اما بتلاعب الزمالك والاسماعيلي وسموحة يعني فرق كبيرة بتلعب بندية فبيلعبوا في ملعب كامل لانهم بيهجموا ما تبقى معهم قورة وبيدفعوا ما تبقى مش معهم غير ما تلعب في نص ملعب لكن احنا باللاعب سبعين في المائة من الفرق بتلعبنا في نص ملعبها وبناء لعيبة الفرق اللي اصادك بتجري في اربعين متر وانت بتجري في مئة مظبوط وبناء عليه يبقى الجهد بقى بتاعك انت بقى مضاعف وعلى فكرة اللي انا بقوله ده شرحولي بوضوح موسيماني وهو يتحدث ويسألني لماذا فزنا على الزمالك خمسة وعلى الاسماعيلي اربعة وعلى سموه اربعة وعلى وعلى بيراميز ثلاثة احنا ليه كسبنا دول وماتشاد تانية بنكسب واحد صفر وبنتعادل وبنخسر ليه لان هي دي الحقيقة دي انا ما بلعبش كورة يعني واحنا بلعب الفريق اللي بلعب في نص ملعب بس ليفربول لما بيجي لعب اي فريق من الدوري نفس الكلام برضو بس انت عدد الفرق التي تلعبك بلدية كاملة في الدوري الانجليزي هو خمسة وسبعين او ثمانين في المية وفي عشرين في المية اللي هم عارفين انهم لسه